فأرسلنا عليهم الطوفان والطوفان الفيضاني الشديد جدا الطوفان كما أرسل على قوم نوح الطوفان لكن فارق بين الطوفان الذي كان في زمن نوح والذي عات على الخزان كما قال العلماء أن لم يستطع الخزن من الملائكة حصره لشدته الطوفان هنا على قوم موسى أرسل على قوم موسى أيضا الطوفان والجراد والقمل والضفاط والضفاطعة يأتي الفيضان يدمر كل الحضارات التي صنعوها يدمر البيوت التي شيدوها وهات الجراد بعد أن زرعوا الزروع وشكوا أن يجتنوا ثمرتها الجراد يأتي في السماء أسراب أحيانا تحجب بين ضوء الشمس والوصول إلى الأرض من كسرته فيجعل الأرض الخضراء بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق يجعلها سوداء مظلمة بعد أن يأكل كل ما فيها وقد وردت أحاديث في شأنها وهي أحاديث ضعيفة أو الجراد جند الله الأعظم الجراد جند الله الأعظم حديث ضعيف جدا لكن ورد أن النبي أحل أكل الجراد قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحان أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل قيل القمل الذي في الرأس القمل الذي في الرأس وقيل القمل بمعنى السوس الذي يتسرب إلى القمح وقيل هي دبة سوداء صغيرة مفسدة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا القوما المجرمين ما معنى آيات مفصلات آيات بينه بين بعضها فواصل زمنية آيات بينه بين بعضها فواصل زمنية أعني أنهم لما تمادوا في الغي أرسل الله عليهم الطوفان فدمر البيوت ودمر الزروع وأهلك الجسور وتركوا زمنا لعلهم يتوبوا يفيئوا فقالوا ما ردوا الأمر إلى الله وقالوا تبني إلى الله لا بل قالوا نحن قصرنا في إنشاء الجسور والوزير هذا يعاقب ما أنشأ الجسر مهتم بالجسر والوزير هذا يعاقب لأنه مهتم بالبيئة كل بدأت الأقوال ما ترد إلى الله ما يعلمون أن الذي صلت عليهم الطوفان هو الله ويحسنوا صلتهم بلا لا قصرنا في عمل الجسور لا بد أن نطقن الجسور ونعمل السدود ففكروا في هذا يعملوا السدود ويقو الجسور إلى آخره تركوا زمن أيضا لعلهم يتوبوا رحمة من الله بهم فوجعل لهم زمنا كي يتوبون في ما تابوا إلى الله بل بدأوا في التشييد مرة أخرى وزرعوا الزروع ويتموا بالزروع أجود اهتمام مع كفرهم وبغيهم يتموا بالزروع فخرجت الزروع أحسن ما تكون وحان وقت القطاف فإذا بالجراد يرسله الله من السماء والجراد يأتي موصف في القرآن كالجراد المنتشر كأنهم جراد المنتشر يأتي الجراد بكميات هائلة كما أسلفت تحجب الشمس وضوءها تحجب ضوء الشمس عن الوصول إلى الأرض نزل الجراد على الأراضي فمسحها تماماً بعد أن أو شكوا أن يقطوفوا استمار أرسلنا عليهم الجراد مصيبة كبرى الزرع انتهى والأزمات والمجاعات بدأت تتأتى من جديد ماذا نصنع قبل أن خصرنا لازم نرتب سم للجراد هذا كنا نرتب له سم ونعمل هياكل تمنع الجراد من الوصول ولا يردون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أبداً فاعتموا وعملوا ما استطاعوا لمكافحة الجراد ولكن ماذا كان جنوا القمح وخزنوا حصدوا القمح وحصدوا الحبوب وخزنوها خزنوها في الصوامع ولكن صلت الله على هذه الأشياء السوس القمّل على رأيه لبعض العلماء قيل السوس أفسد المحاصيل أفسد فأصبح الفول مسوس حتى يقيل له السوس المفول وأصبح القمح مسوس ومن العلماء من قال القمّل الذي في الرأس فهذا القمّل بلاء شديد أنت أحياناً وانت تفتش في رأسك تجد قملة قملتين هي مؤذية تنحر في الرأس لكن أحياناً يكون بكم من كبير جاء كعب بن عجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم بالحج والقمّل يتناصر على وجهه وثيابه يعني القمّل نازل من الرأس كان شعر طويل ما غسل من مدّة لأنه محرم ما يمشط الشعر فرأى النبي القمّل يتناصر على وجهه وعلى ثيابه فنظر إليه وقال ما كنا نظن أن الأمر يبلغ بك إلا هذا الحد فأمره بحلق شعره ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو به أذن من رأسه أي في حلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قالوا إذن نهتم بالقمّ نهتم بشعورنا وبالنظافة القمّل ملأ البيوت وملأ الفراش وملأ الرؤوس كل ذلك يترك فاصلاً زمنياً حتى يتوب ولا يتوب قال الله تعالى وبعد أن أعلنوا أنهم سيهتموا بكل ما من شأنها أن يغضي على القمّل الذي في الرؤوس والقمّل الذي في الفرش ونخرج الفرش إلى الشمس يتشمس أعلنوا عن اهتمامهم لكن من الذي يحارب الله فتركوا فاصلاً زمنياً كي يتوبوا ولكن ما تابوا فصلّت الله عليهم شيئاً غريباً الضفادع ملأت التفاضع كل الممرات المائية ملأت بالضفادع بيوتهم ملأت بالضفادع تكاثرت الضفادع تكاثراً شديداً جداً ملأت البيوت نقيق ستقتل ضفطاء أو ثنين أو ثلاثة الدنيا مقلوبة ضفادع تنزل الأرض الزراعية كلها نقيق ضفادع كلها نقيق وضفادع متوحشة ضفادع شديدة مؤزية فماذا يصنعون ماذا يصنعون من الذي يكشفها ما أحد كشفها إلا الله قالوا قصرنا لازم نشوف للضفادع يحل يا جماعة يجتمع الوزير ويجتمع وزيرة البيئة وزيرة كل يجتمع ننظر حلاً في الضفادع ولكن يكشفها الله هو الذي يكشفها بعد أن تترك زمناً فبعد أن يكشف الإبتلاء بالضفادع يبتلون بالدم المرأة التي تحيد ثلاثة أيام تحيد عشرين يوم دماء متكاثرة جداً الآنية تتحول ما فيها من مياه إلى دماء الدم لا يتجلط إذا خرج من الأيدي لا يتجلط بسرعة أرسل عليهم الدم فأصبحت معيشتهم نكدة كلها المرأة الشخص يتقذرها في البيت ويدم دم مستمر بصفة مستديمة والبنت كذلك والدم لا يتجلط إذا أنت جرحت عذاب من عند الله فتركوا زمناً لعلهم يتعظون ولكن لا آيات المفصلات بينها وبين بعضها فواصل زمنية لماذا الفواصل الزمنية لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا إلى ربهم آيات المفصلات ولكن فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين